اشتركوا في القناة في اتجاه تعزيز وحدتها الترابية الذي كرسته القمة الافريقية الثامنة والعشرين الاتحاد الافريقي والتي ستظل بدون شك قمة تاريخية بامتياز بالحضور الشخصي للملك محمد السادس الذي صنع هذا النجاح من خلال حسن تدبيره لعودة المغرب لهذا الاتحاد والذي حظي بترحيب واسع من طرف الأغلبية الصاحقة للدول الافريقية إن عودة بلادنا للاتحاد الافريقي هي في حد ذاتها انتقال إلى مرحلة جديدة في النزاع المفتعل حول مغربية الصراع حول مغربية الصحراء لتتبيت السيادة المغربية على أقل من الصحراوية من قلب الاتحاد الافريقي لكنها كذلك تحمل أيضا ضلالات أخرى تؤشر على بداية اندحار محور الجزائر جنوب افريقيا الذي زج بعدد من البلدان الافريقية في متاهات لم تؤدي عمليا إلا إلى الأزمات في الوقت الذي تقدم فيه بلادنا نموذجا آخر في التعاون المشترك جنوب جنوب لتحقيق التنمية والاستعماء الاستغلال الأمتل للموارد البشرية والطبيعية لهذه القارة الشابة بالإضافة إلى هذه الأبعاد إن عودة بلادنا تحمل دلالات تاريخية برجوع أحد كبار مؤسس الوحدة الافريقية في زمن الكفاح الحقيقي من أجل التحرر من الاستعمار لذلك تفاعلنا في حزبنا مع هذا المسلسل حيث نضع اللمسات الأخيرة على استضافة ملتقى الشراكيين الأفارق بالرباط كما أنه وليلة انطلاق أشغال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا كان ممتل حزبنا متواجداً في اجتماع هام لمجموعة الاتصال الأفريقي الذي انعقد بدكار من أجل التشاور حول ترتيبات المؤتمر المقبل للأممية الاشتراكية وحول سبل تعزيز مكانة إفريقيا في هذه المنظمة الدولية من الطبيعي أخواتي إخواني أن يكون حزبنا من أول الأحزاب التي تتفاعل مع المعركة الكبرى التي يخضها المغرب لاستكمال وحدته الترابية لأننا نعتبر أن هذه القضية حاسمة في مستقبل النسيج الوطني المغربي الذي تشكل عبر القرون ليضع أمة مغربية متعددة الجذور والأبعاد والروافد لذلك من الطبيعي أن تكون منفتحة على محيطها الإقليمي والدولي وعلى التقافات الإنسانية والحضارات التي ساهمت في ازدهارها لأنها جزء منها تعرفون جميعا الإخوة والأخوات أن الاجتماع الأخير للجنتنا الإدارية الوطنية كان مخصصا بالأساس للتداول حول موضوع المشاركة في الأغلبية الحكومية الذي عرض علينا من طرف رئيس الحكومة المكلف السيد عبد الإله بن كيران وعليه حيث وافقتم على مواصلة الحزب للمشاورات بناء على الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها حول البرامج والتصورات بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون لقد فوضتمونا مع المكتب السياسي أمر مواصلة هذه المشاورات واستخلاص النتائج على ضوء التوجهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية ومباشرة بعد ذلك واصلنا العمل طبقا لما تم الاتفاق عليه وكان لنا لقاء تاني مع رئيس الحكومة المكلف عاد فيه التعبير عن موقفه الإيجابي من مشاركتنا في الأغلبية الحكومية كما أكدنا من جهتنا أننا مستعدون لمناقشة تفاصيل عرضه بنفس الروح لقد كان هاجسنا هو أن يكون حزبنا عنصر توازن في الجدل القائم حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية وغيرها من القضايا التي أطيرت في هذا الصدد وجاء البلاغ الذي وقعناه إلى جانب التجمع والحركة والدستور في هذا الصياق لاحظنا توجها نحو التقوقع في منظور ضيق لما تحتاجه بلادنا من تشكيلة حكومية قوية ومنسجمة تماشياً مع الخطاب الملكي في دكار وهو ما أكدته كل التطورات التي حصلت بعد ذلك لقد انطلقنا منذ بداية المشاورات من منطق تسيتيسير مهمة رئيس الحكومة المكلف وواصلنا نفس هذه المنهجية في كل تحركاتنا ومبادراتنا وسلوكنا ولقد عبر البلاغ الذي وقعته الأحزاب الأربعة عن استعدادها لتوفير أغلبية مريحة كما تجنبنا الرد على الاستفزازات لأننا اعتبرنا أن التحديات التي تواجه بلادنا أهم من المنظور الضيق الذي حاول البعض تصريفه إن هذه الاختيارات التي نهجناها جاءت نتيجة استحضار تاريخ حزبنا الذي ضل وفيا لاستقلالية قراره وللتعامل بندية واحترام مع كل الأطراف وهذا سلوك لن يتغير مهما تغيرت المعطيات والظروف لأنها متحولة لكن مكانة حزبكم تابتة هذا ما أكدت التطورات اللاحقة سواء ما تعلق منها باستكمال هيكلة مجلس النواب التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليه عندما وكذا ما تعلق منها بعودة بلادنا لالاتحاد الإفريقي والمصادقة على قانونه الأساسي أخواتي إخواني إن تقديم ترشيح أخينا الحبيب الملكي لرئاسة مجلس النواب كان تمرت قرار حزبي تم اتخاذه بناء على المعطيات السياسية التي كانت متوفرة لدينا والتي ساعدتنا على الإقدام على هذه الخطوة غير أنه قبل الخوض في تحديل أبعادها وتداعياتها نريد هنا أن نفضح تهافت الضجة المفتعلة التي أتيرت حول هذا الموضوع لقد ارتكزت هذه الضجة على حجتين الأولى هي أن المرشح لهذه المسؤولية ينبغي أن يشكل جزءا من الأغلبية والتانية هي أن يتوفر حزبه على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب أيرى أن التجربة القريبة جدا تؤكد أن المرحومة والسيدين الحسن الداودي وسعد الدين الاعتماني من حزب العدالة والتنمية ترشحوا لرئاسة مجلس النواب وكذا أنه إلى حد ترشحوا لرئاسة مجلس النواب دون أن يكونوا في الأغلبية أو تتوفر لحزبهم مقاعدة وفيرة إننا ونحن ننعيش ذاكرة البعض نريد أن نؤكد أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري أو مقتضى قانوني أو مبرر سياسي يمنع أي حزب من تقديم مرشحه لمسؤولية رئاسة مجلس النواب خاصة خاصة وأنه لحد الآن لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية باستثناء من أعلن عن موقعه واختاره مسبقا بالإضافة إلى كل هذا فالأهم هو التأكيد أنه من غير المعقول أن تستمر المؤسسة التشريعية معطلة بمرمانيين ينتظر منهم الشعب القيام بواجبهم الدستوري والسياسي وبجمود إحدى أهم السلطة الدستورية التي ضلت تعيش في انتظارية قاتلة في الوقت التي تنتظرها ملفات ومهام كثيرة على المستويين الداخلي والخارجي إننا لا نجازف عندما نقول إن من حسنات ما حدث هو تكريس استقلالية وسمو المؤسسة التشريعية كما ورد بغضوح في الدستور الأمر الذي لم يتم في ولايات سابقة حيث تم تهميش هذه المؤسسة والتعامل معها بتبخيص مقصوم إننا إن نهنئ أخانا الحبيب الملكي على التقة التي وضعها فيه ممتل الأمة نود أن نتوجه بالشكر لكل الذين ساندوه في تولي هذه المسؤولية الجسيمة ونعلن دعمنا لكل المبادرات التي اتخذها إلى حدود الساعة مع كل الفعاليات السياسية في البرلمان من أجل هيكلة مجلس النواب وانطلاق عمله كما نعلن أننا كفريق وحزب منخرطون في مشروع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه لإيقاف عبة الاستفادة منهم ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق أخواتي إخوان نحن مقبلون على التحضير للمؤتمر العاشر لحزبنا وأنتم مدركون أهمية هذه المحطات في تاريخ الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية فكلها كانت حاسمة في تطور الحزب وتوفير التراكم الضروري من أجل مسائرة الواقع السياسي والتنظيم وقد شكلت مؤتمرات حزبنا باستمرار حدثاً سياسياً كبيراً في المغرب نظراً لما تنتجه من أفكار ولما تعرفه من صراعات غنية بالعطاء النظري والسياسي وبالتحديات التنظيمية للمساهمة في تعطير نضالات القوى الحية من أجل البناء الديموقراطي ودون الإطالة في العودة إلى تاريخ مؤتمرتنا فإننا نود أن نعود بداكرتكم فقط إلى المؤتمر التاسع الذي شكل لحظة فارقة في الحياة السياسية بالمغرب سواء على مستوى روح التنافس الذي طبعته بتعدد المشحين للكتابة الأولى وبأرضيات وبرامج وأفكار متعددة أو الشفافية التي تميز بها على كل الأصيدة لقد كنا واعون ونحن نحضر للمؤتمر التاسع أننا نقوم بمهمة تشابه مهمات المؤسسين حيث كان حزبنا يعاني من وهن لم يسبق أن عاشه بفعل التراكمات السلبية التي أصابت منذ أن دخل حكومة التناوب وما تلاها من أوضاع جعلته يدخل في حالة من التراخ أفقدته العنفوان الذي كان يميزه لقد كانت تنظيماتنا شبه مشلولة وعلاقة المناظرين بالمجتمع تكاد تكون منعدمة بالإضافة إلى كل المشاكل الداخلية التي لا تنتهي والتي أنهكت الحزب ووفرت لخصومه كل الأسلحة للتهجم عليه ورسم صورة سلبية عنه في المجتمع لذلك كان من الطبيعي أن تعانوا كقيادة تولت المسؤولية في المؤتمر التاسع من تبعات كل هذه السلبيات زيادة عن الحملة الممنهجة التي لم تتوقف والتي لم يعرف المغرب متيلا لها من قبل سواء ضد الحزب أو ضد قياديه رغم ذلك رفعنا التحدي واعتبرنا جميعا أن شعار استعادة المبادرة وإعادة البناء لن يكون مفرشا بالفرود وكان لزاما علينا أن نعيد هيكلة حزبنا على كل الأصعدة الإقليمية والمحلية والقطاعية هو ما قمنا به في عمل شارك فيه التحاديات والتحاديون الذين ضلوا مخلصين لروح المؤتمر التاسع مع هذه القوى التحادية خذنا مختلف المعارك سواء تلك التي تتعلق بإعادة البناء أو تلك التي عشناها في مختلف الاستحقاقات ومع هذه الطاقات التحادية التي ضلت وفية وما بدل التبديل نريد أن نواصل المعركة إن معيار الوفاء والإخلاص والالتزام وخوض المعارك النضالية مع الحزب مهما كانت الضروف هو المقياس الذي سيحكم المستقبل لقد مضى ذلك العهد الذي كان المعيار فيه والإسم واللقب والانتماء العائلي أو التموقع الطبقي وغيرها من الارتباطات غير تلك التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي والأخلاق والتي يجب أن تحدد مكانة الشخص في الحزب اليوم نحن أمام حزب يعترف بالكفاءات التي تشتغل في الميدان والتي لا تتعالى على التنظيمات وترتبط بالجماهير وتخوض المعارك من أي موقع كانت فيه تساهم بوقتها بجهدها بمالها لرفع راية الحزب عاليا لذلك لن يقبل الحزب إلا من ساهم في نضالاته وشارك في كل معاركه وأدى وأدى واجبات انخراطه والتزم بقوانينه هذا هو الحزب المؤسسة ما أولئك الذين يعتبرون أن الانتماء للحزب ومجرد ريع نصرفونه لمصالحهم الشخصية أو أنهم يمكنهم ممارسة الابتزاز بالتهجم على الحزب وبرنامجه وقيادته ومناضره غير ملتزمين لا بالقوانين ولا بالواجبات محتقرين للمناضرين الملتزمين فلا ما كان لهم في حزب القوات الشابية الذي تميز في تاريخه بمنسوب عال من الإخلاص والتضحية من طرف زعمائه وقادته وأطره ومناضره أخوات والإخوان ننا في المكتب السياسي ووفاء لهذه الروح نعتبر أنه من الضروري تنظيم مؤتمرنا العاشر في إطار الالتزام بقوانين حزبنا وبالقوانين الجاري بهالعمال ونقترح عليكم أن يعقد أيام 19-21 من شهر مايو القادم بالرباط وأن يعتبر المجلس الوطني بمتابة لجنة تحضيرية بالإضافة إلى الفعاليات التي لا يجب أن تجاوز نسبة 10% المقررة قانونا من عدد أعضاء اللجنة الإدارية لأجل ذلك فإن المكتب السياسي يقترح عليكم المصادقة على هذا القرار لتشكيل لجنتين الأولى تهيئ وثيقة توجيهية والتانية تهيئ وثيقة تنظيمية وألتزم أمامكم بأنني سأقدم وجهة نظري في هذين المحورين مساهمة مني في هذا المجهود الجماعي فبالنسبة للوثيقة التوجيهية للمؤتمر فاقترح عليكم أن تكون وثيقة وحيدة عامة وشاملة تقترح على المؤتمرين الطروحة سياسية متكاملة تشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتقافية بخيط سياسي ناظم يسمح بإبراز رؤيتنا لتحديات ومهام المرحلة وبتطوير مرجعيتنا الإيديولوجيا والمبادئ التوجيهية لمشروعنا المجتمعي لا أساس أن يكون الاشتغال وأقترح أن يكون الاشتغال على أربع مستويات تحليلية مستوى الأول هو مستوى استعادة المشروع السياسي الاتحادي في أهدافه العامة وخطوطه العريضة منذ المؤتمر الاستثنائي للمؤتمر التاسع وذلك بغية صلة الماضي بالحاضر وإعادة تملك الأطروحة الاتحادية من طرف الأجيال الجديدة ليكونوا على علم تام بالأجوبة التي قدمها حزبهم في مختلف المراحل على الأسئلة السياسية والاجتماعية مستوى الثاني هو مستوى مساءلة المنجزات والإخفاقات التي عرفها حزبكم منذ حكومة التناوب إلى الآن بما فيها من معارك ميدانية واستحقاقات انتخابية وأزمات تنظيمية وتحالفات سياسية على أساس إبراز نقط القوة ومكامل الخلل في الأداء الحزبي لحزبكم المستوى الثالث إعادة قراءة جديدة للواقع المغرب المتطور عبر استثمار التقارير الوطنية الجيدة التي أنجزت من طرف حزبنا سواء في مؤتمراته أو ملتقياته وكذلك في البرامج الانتخابية وآخرها البرنامج الانتخابي لانتخابات الشرعية الأخيرة وكذلك المشاريع الهامة التي أنتجتها مختلف المؤسسات الوطنية في عدة مجالات نذكر منها المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي والمندوبي السامي للتخطيط والمرسد الوطني للتنمية البشرية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتعليمي والبحث العلمي وغيرها من الهيئات الوطنية وكذل الهيئات الدولية لأن المعرفة اليوم موجودة لخص التحال في لجنته التحضيري والقدرة على استغلالها بشكل إنجي الغاية من كل هذا وتحديد المعالم الكبرى التي تميز تحولات المجتمع المغربي في أبعادها الديمغرافية والسوسيولوجيا والتنموية والمؤسساتية وأخيرا مستوى سياغة الأطروحة الاتحادية للمرحلة المقبلة على أساس أن تشمل إصلاح الدولة وتحديد المجتمع والنموذج التنموي والكدى الجانب المؤسساتي والنموذج الحزبي أي مشروعنا التنظيم أي المهام الحزبية والهياكل التنظيمية مراعاة للتدبير والفعال إننا في حاجة إلى وثيقة تحاول إدراك التحولات الكبرى التي عرفها مجتمعنا في ضوء التغيير الذي حصل في البنية السكانية والتوزيع الترابي والبنية الاجتماعية بما يحمله كل هذا من تأثير على مستوى التيارات الفكرية والإديولوجيا التي تتقاطع في مجتمعنا والدور الذي أصبحت تلعبه الطورة الرقمية والتأثيرات المتزايدة لرسائل العلام وغيرها من الأهليات التي تصنع عالم اليوم إننا مطالبين أن نجيب على تساؤلات هامة في مجتمعنا تتعلق بالتأثير داخل المجتمع وكذلك بالنموذج الحزب ودور النقابات وتنظيمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية كما لا يمكننا كذلك تجاهل التحديات الإقليمية التي تواجهنا وخاصة الإشكالات المرتبطة بالوحدة الترابية ومواجهة مخططات التقسيم والتجزئة أخواتي إخواني إن الوثيقة التنظيمية في نظرنا ينبغي أن تنكب على المبادئ والأنظمة والقوانين والمصاطر التي تؤثر الحياة التنظيمية للحزب المؤسسة بما يجعلها متلائمة مع الخيارات التنظيمية التي يتم تبنيها باعتبار أن الحزب ككيان المجتمع مسؤول عن تنظيم وتعطير المواطنين وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات في الحزب وفي المؤسسات وفي مختلف التعبيرات المجتمعية يجب أن تسوده قوانين ومصاطر واضحة وشفافة تجيب عن مختلف القضايا المطروحة أو المفترضة بما يضمن للعضوية الحزبية ولمختلف الهياكل والأجهزة والتنظيمات وضوحا في الحقوق والواجبات وسلاسة في ممارسة الاختصاصات والصراحيات وصرامة في حماية الحزب من التغول والانحرافات وحماية الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر القاعدة الأسمع التي من أجلها وجد الحزب وفي سبيلها يكافح منذ تأسيسه أخواتي، إخواني، وبعد إذن رئيس اللجنة الإدارية الأخ الحبيب الملكي، أقترح عليكم إتماما لهذا العرض أن نستكمل العرض بعروض مختصرة سيتقدم أمامكم بها كل من الأخ عبد الكريم بن عتيق المكلف من طرف المكتب السياسي بالأرضية التوجهية وكذا الأخ مصطفى عجاب المكلف بالقواعد والأنظمة وكذا الأخ محمد محمد المكلف بالتحضير اللوجستيكي والمادي للمؤتمر وعلى أساس أن لا يتجاوز العرض الأول عشر دقائق والعرض الثاني سبع دقائق والعرض الثالث خمس دقائق أي جعلكم في صورة التحضير الذي يهيئه المكتب السياسي للجنة التحضيرية التي اقترحنا عليكم أن يكون المجلس الوطني برمته أن تكون اللجنة التحضيرية مفتوحة في وجه كافة أعضائه مع أن القانون ينص فقط قانون النظام الداخلي وهذه تخريجة للقناع النظام الداخلي يتحدث عن المجلس الوطني على أساس أن النظام الداخلي باقي القديم ونظام الأساسي للمؤتمر يتحدث عن اللجنة الإدارية وحيث أن الأمر هو أمر يهم التحضير للمؤتمر فنقترح عليكم أن يشمل خاصة أن المجلس الوطني لا يفترق عن اللجنة الإدارية إلا في حدود 25 إلى 30 عضو تجعلنا هذا شيء تنكرر المجلسين نقترح عنكم عليكم كذلك أن يكون أعضاء المجلس الوطني بكاملهم لجنة إدارية وبعض كتاب الأقاليم أو بعض البرلمانيين لما عندهم شيء صفة في اللجنة الإدارية نقترح عليكم أن يكونوا جميعاً أي المجلس الوطني كله مفتوح لمن يريد أن يشتغل داخل اللجنة التحضيرية ولمن يريد أن يساهم داخل اللجنة التحضيرية في هذا الإطار تنقول بأن كل عضو في المجلس الوطني يريد أن يشتغل في إحدى اللجان هذه تنزع عليكم استمارات لكي تقترح لنا اللجنة التي تودون الاشتغال فيها وأخبركم أن مداولاتنا هذا الصباح في المكتب السياسي استقر فيها الرأي على أنه بعد فرض كل اللجنة على حدى ومعرفة أعضائها الصباح القادم سيكون اجتماع دير كل اللجان من أجل هيكلة نفسها ومن أجل كذلك تحديد المساطر والمنهجية التي ستشتغل بها نقترح عليكم أن هذا الاشتغال سيكون أسبوعيا كل سبت لابد لأن الأمر يتطلب مننا التعبئة جميعا هذه بعض المقترحات لكي تكونوا في الصورة سيتولى تقديمها أمامكم مع رجون ضال لتنقترح الأخ محب وفي البداية أقترح على الأخ عبد الكريم بن عتيق أن يقدم المنهجية التي تناقشنا فيها في المكتب السياسي والتي نقترحها عليكم للاشتغال فيما يتعلق بالأرضية التوجهية إتماماً كما قلت للعرض الذي قدمته أمامكم وحتى تكون المناقشة مناقشة شاملة لكل العروض المتعلقة بالتحدث باش توصلوا بالجديد ديروا جيم للا باج ديالنا تابعونا على اليوتيوب وما تنسوش تخليوا كومنتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر